السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقولك على عشر عادات لازم تغيرها لو كنت مريض سكر اول حاجة لو كنت بتتناول الطعام بشكل عشوائي تاني حاجة لو ما بتقسمش وجباتك من خمسة الى ست وجبات في اليوم تالت حاجة لو كنت كسلان وقليل الحركة وما بتمارس الرياضة باستمرار رابح حاجة لو بتتجاهل اخذ الدواء او بتاخده في اوقات وبجرعات ما كتب هلكش الدكتور خمس حاجة الشعور بالقلق والتوتر المستمر سادس حاجة العصبية المفرطة سابع حاجة الاجهاد تامن حاجة عدم التوقف عن التدخين تاسح حاجة عدم زيارة الطبيب بصورة دورية وعشر حاجة انك متعملش التحاليل برضو بصورة دورية دول اهم عشر عادات لازم تغيرهم لو كنت مريض سكر بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شيرو لغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور تركي الشير جراحة العظام والعناع بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد وسبحان الله العظيم واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته